دعوات إلى الأشقاء العرب والخليجيين لزيارة لبنان وإنعاش السياحة أطلقها منتدى الاقتصاد العربي الذي انعقد تحت اسم دورة سعيد خوري برعاية الرئيس تمام اسلام وحضور شخصيات سياسية واقتصادية من لبنان والدول العربية والخليجية رئيس اتحاد الغرف محمد شئير قال إن هناك فرصا واعدة للإستثماري في لبنان وتطرق إلى الخطط لتحسين العلاقات بين لبنان والخليج إننا بصدى تنظيم زيارات إلى قطر والإمارات والجزائر والمغرب متابعة لهذه الجهود نحن في لبنان وبفضل جهود الحكومة برئاسة دولة الرئيس تمام سلام ووعي القيادات السياسية للمخاطر المحدقة نتمتع بوضع أمني مستقر إلى حد بعيد لذلك ندعو الأشقاء العرب إلى المجيء إلى بلدنا لتقضية عطة الصيف في ربوعه من جهاته رئيس التنفيذ لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو ساكي قدم تفسيرا لسبب تسمية المنتدى بدورة سعيد خوري لقد أطلقنا على هذه الدورة اسم دورة سعيد خوري الذي غيبه الموت قبل أشهر وكان المعلم سعيد في عداد المساهمين المؤسسين في مجموعة الاقتصاد والأعمال وظل رئيسا لها 25 عاما وعليه فمن واجب الوفاء أن نستذكره في افتتاح هذا المؤتمر الذي لم يغب عنه مرة وكانت هناك كلمة باسم عائلة المرحوم رجل الأعمال سعيد خوري عبر ولديه توفي وسامر بمشاعر عارمة من عرفان الجميل أجمعة الشهادات المخلصة التي أدلى بها قادة قبار وشخصيات عالمية ورجال أعمال عرفوا جميعهم على حقيقة عظمة هذا الرجل تعلمت أن السمعة الجيدة هي أعظم الثروات التي يجب المحافظة عليها تعلمت أن خير الإنسان أن يكون كس الحفاء على الطريق الصحيح من أن يكون غزالا على الطريق الخطأ وفي الختام تم الإعلان عن إطلاق جائزة سنوية باسم جائزة سعيد خوري لرواد الأعمال في لبنان